السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور الحبيب هذه واحد الحكاية عودة جديدة يا جمهور كل مكان غير جديد هذا واحد السيد يدور في البلد يا سادات يا كرام حتى يسمع البراحي بالرحي ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي بغا يمشي يزور مقام النبي رحم الحجاج غادير هذا الولد جاء عن دمه قال لي هم وقت له نعام قال لي هاتبقاي على خير كيف شو لدي قال لي هم والحجاج رهم غادير مقام محمد رسول الله حتى ناققوا سنين مشي معهم قلت له السحام اللي غادير تمشي معهم وانا ما تدينيش آه قال لي هاتي مرأة كبيرة ما تنجميش تمشي والحجاج يديروا عامن ترى التريك قال لي هاتي ديني معاك وانا ما تدينيش معاك قدام رب العالمين ما تخوي علي يا طريق راني حتى ناقضر نتمشي يا اما ما تنجميش تمشي قال لي هاتي نقدر يا اما وراها عامن ترى التريك وغادي تولد تموت ليه في التريك قالت لهي لموت في التريك في خاطر الحبيب محمد رسول الله اهلي اردني هكنا عشبان تاع الموت وقال صحة عشبان تاع الموت هزي العوين ديال هاو ديالو هزي القربان تاع الماء هزي الكسوة ديال هاو ديالو وراهم جايين قرضين الطريق واسماع المغربة كديرا تمشت معها العشرية من اللولة العشرية من الثانية العشرية من الثالثة المرأة مسكينة صبحت قارمة خينا نظم على الصباح اتوضى صلة قال لي هوا امو بسم الله قالت له هاوليدي الركاب يديالي فشلو ما نقدرش انتمشي خطوة واحدة اها يا امو بقلنا خمسة شهور نتعى الطريق وجبتين نحت البلاد الغابة خلوة طرشا يقطع فيها النمر السبع الضبع وخليتين هنا قالت له شوف الى كلانين مر ولا اسبع ولا ضبع في خطر النبي لهلي وردني بغيت تمشي لما قام النبي روح الله يعرضك الربح تولي البلاد الله يعرضك الربح انا هاتشي اللي يعطاني سيدي رب العالمين قال لي هلا من سمحت في امو شكونا يسمح في امو الا المسخوت كيفاش قال لي هياك انتوما الوالدين طلبتكم قريبة عند الله قالت له هو قال لي ها تطلبي رب العالمين يعاوني غادي نهزك على ظهري وغادي نديك نحجك شوف اللي بغاها ربي يا محمد شوف قالت له هاولدي ما تقدرش قال لي ها نقدر بالقدرة انتوى الله عدل واحد القبوب فرش ليها الصوف زيرها على ظهره وقال لي ها تطلعي يا ربي يا ربي لك انوصيت على الوالدين يا ربي العالمين تعاوني اعلم وانتي ما عندك غادي نديل لها وانتو قلت ريضة الله في ريضة الوالدين قال بسم الله هزها بحلي هزليقان تعصوف وَالعظام لا تنتع بكري العظام Source بكري ما هو العظام سنتع اليوم البشر القوة ننتع بكري ما هو ننتع اليوم هزها يتمشى بها الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث الرابع الخامس أخلت للمدينة نتع وحمد رسول الله مهما أخلت للمدينة نتعذ النبي قال لي هموها البلاد واسمه هي قالت له اسكت رب العالمين اطواننا العرض كطير كتاب وراح نوصلنا لما قام الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كيفاش الحجاش قلعوا قدامنا للجمال وعلى هذا وعاد ما وصلوش وحنا على كرعينا وصلنا قالت له الله يا أولادي وانتهزني على ظهرك وغادي يتخاف قعد النهار الأول نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع نهار الخمس نهار الساتي خلطوا الحجاش القفل مهما خلطوهما يسيبوا جاريح هاد السيد سميته جاريح نتفاهمه مزيان قالوا له جاريح كيفاش انت خليناك مورانا اللي حتى صدقت سابقنا انت وش جيت انا وش الرفاقة ديالك قال لي هم جيتانة أمه انت أمك ايه هلاطيف 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 تكذب علينا مشيح شو معلك أمك نعرفوها مرة كبيرة وما تنجمشي تتمشحتها خطوة تقول لنا جيتانة أمه تكذب علينا قال لي أمرا نجبتها حازمها على ظهري وراها دارت لي واحدة دبراء بحال الزيلة ايه الحج واشفاقوا به قالوا هدا خليناك المقام اللي يدركوه مكاشر اللي يدركوه في الدنيا سعداتك يا سعداتك الدو فريد الحج ما مسيك الحج راجي بها ردها مهما راجي بها ردها يا الاحباب واسمع الشيطان على الله واسمه غدي يدير وراجي غدي بها يتمشي بها اللي حتى يعرض له الشيطان في صيفة تاباشار الغالو قال له يا رجل حط هذه المرأة ورواح نهضر معك يولد قال لي هموهد السيد ربما راه جيعان ربما راه عكشان ربما راه تالف على الطريق انتيقوا عندي هنا وانا غاد يمشي نشوفه جا عنده السلام عليكم قال له عليكم السلام سيدي واسمه غديت جيعان قال له لا عكشان لا تالف على الطريق لا كيف يمغسك؟ قال له ما يمغسني حتى شيء يوا سيدي لماذا موقفني؟ قال له راني موقفك بغي نسوي لك هذا المرأة التي تحزمها على ظهرك خالتك؟ لأ عمتك؟ لأ أختك؟ لأ دايرك خدام؟ قال له لا يا سيدي كيف تأتي هذه المرأة؟ قال له يا سيدي هذهك أمو موقفك؟ ما لها؟ قال له أمو حجستها على ظهري وراني ردها على ظهري باش يوم تلقيامة غاد يتظملي الجنة مع الحبيب محمد رسول الله اللي يحرم منها حتى شيء مومن ولا مومنه هو يدور فيه قال له بغي نسقسك وشكل يخلق الجنة؟ قال له ربي شكل يخلق النار؟ قال له ربي شكل يخلق البشر والحيوان والجبال والأراضين والسماوات؟ قال له ربي وقال له مكره دركة مقام في الجنة لكن انتره مقامك في جهنم على شها سيدي قال له إلا بغي الجنة وروح ووصلها للقربية لها وروح تعب ضربي إلا قدت لك اندخلك للجنة رح أغير تكذب عليك خينا أشتى قال قال أعيدي بالله من الشيطان الرجيم ضرب على اللي كان يهضر معه يا لأحباب ما نقاهش جمو اللي عندهم مو قال له نوضي تركبي قال لها أوليدي وشة قيل لك ذلك السيد اشتقال لي قال لي ربي جاب لك جمل علاش تركبي نوضي تركبي واختينا متكارير لماذا ستنويني امرأة اشتقلت وقالت أوليدي رح مسكين شيعان وعيان وعكشان وتالف على الطريق خلي ما نسوله وما نقوله حتى كلمة حتى نوصلوا للمحل يو اسمع لما غادي يوصلوا للمحل وغادي يرتاحوا اسمك غادي يسرى لهم والحكاية رحنا زايدين فيها القدام وهذه حكاية كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية للجمهور تحية المتبعين انتم اللي راكوا تسجعوني على هالكلام باش انا كل يوم كانت لقلكم فيديوز وش راني عرفت من الليل الجمهور راه رائعين بتبعيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الأولى الله يرضى لنوع لكم الوالدين اشتركوا في القناة